كل سنة وحضراتكو طيبين كل سنة وحضرتك طيبة أستاذ أحمد طيبة حكى مصطفى والمتابعين قلوا بخير وصحة وصعادة يا رب رب لا تقبل بنا بصراحة الأعمال يا رب عايزين نعرف طريقة نعرف بها الذكر من نتاية خاصة في عمر الزغليل أو عمر الشباب علشان ما نربيش حاجة على الفادي لكن من عمر شهر ونص يعني ده ان شاء الله طالع ذكر ماشاء الله أنا شوفت واحد في طايلاند بيعمل التجربة دي هو خبير فيها يعني يمسك الفرد ازاي اه يمسك الفرد الاستاذ أحمد هيعرفكم الذكر من النتاية بقى بطريقة مين طايلاند بطريقة طايلاند يعني اللي في ده ان شاء الله ذكر بهم مسك الجنحين بمسك الجنحين اهو اه مسك الجنحين كده مع الجنحين تمام تمام واعمل كده تعامل دماغ الفردي كده اهو اه انت الدكر اما بيجي يكسر اه عن نتاية اه دلو يبقى تحت ولا فوق اه اللي ينزل دلو بقى دكر بينزل دلو لتحت عشان يكسر النتاية صح تمام هم يزوق كده اه الدل ينزل لتحت اه يقول لك ده دكر اي تب ما نجرب نجرب في نتاية بقى بعد اذنك طريقة جديدة ايه لتعلم الدكر وحيانا بتنفع وحيانا ما بتنفعش يعني اه برضو هو الراجل الخبير جايز ليه مسكة معينة دين تاية شفتوا الدل عمل ازاي اه شفت الفرق بقى جماعة النتاية رفعت دلها لما عد اه شفت الفكرة وحي اهو عشان الناس تصدق نتاية اه اه نتاية اه الشاب احي شفت دلها عمل ازاي اهو رفعت دلها النتاية لما بيجي يكسر عليها بترفع دلها والدكر ينزل دلو تحت صح صحيح صحيح الدكر لما عملناها الدلو نزل لتحت احنا كل ما هنقشها نتعلم يا سيد احمد نتعلم محدش يستكبر يا جماعة ان هو يتعلم يعني اللي قالك ايه اعرفها بالمصمار برضو شفناها بنت اجربها على حمامة شخالة وزبطت معاك ايه ده اجربها على زغليل وشوف وعلم الزغليل دلما تكبر هنعرف هنالت تجربة نجحت معاك ولا لأ انا همسكها لك تانية هنعرف الفرد اهو انا مسك الجناحين هم تمام وهم مسك الجناحين هم تمام اضم الجناحين اهو ايوه على دلتين واجع الفرد ازوق ادمهو كده اهو دل اطلع اهو في نفس الاحسن واحد يقول لي انت قاليبها اه لا هي اما هي زي ما هي هي بترفع دلها من نفسها اه كل ما نزله هي سبحان الله سبحان الله ادي النتاية تم عليش اصاب واحدة كمان نجرب لهم واحدة تالتة خالص اصنديشها بباد فممكن انا اللي ما عملها تطلع داخل وتطلع نتاية زي ما تيجي بقى احنا هنشوف الموجود احنا شنعرف في ايه عشان ما حدش يقول لاصل هو عارفها احنا هنعملها وهي اللي تقول احنا ما نعرفش دي اه جماعة نزل نزل ديلة اه جماعة الوحدة اه دادك اه دادك ماشاء الله بسم الله عليك يا مريشة ده سيد الحمد عشان برضو اه لقى بنيت تحت لسه عليه ستة اه ركا سيد الحمد تنفع معاكم كما تنفعش ده انا عمدت زي ما انت قلت وما طلعش ده انا بقول لك انا انا ما بتشغلش بيه انا باخد بالخبرة كده الفردة انا شايفه انا دكر ما هو ما ارفت اتكر من النتاية ده اعظم الغواة والمحترفين بتلخبطوا فيها انت تبقى شايف ودكر وساعة الشغل تلقيه طلع نتاية شايف ونتاية وساعة الانتاج بتلقيه بقى دكر وفيناس كتير يقول لك بقى علي الشباب وغشيني يعني عشان كده بيحصل مشاكل من الحكاية انا ما بجأ طلع حمام من عندي هنا يعني اللي عايز الشبابات بطلع اليوني ذكر وانتا اقول له انت عدمك الشبابات هاي اختر انت بطلع شبابات واحد واخده بزر بقولوش تبقى ذكر وانتا ده لنا بعمله بزر عايز تبقى الحمام شغال بقى ما طلعاش ركش حمام شغال اللي منسلك او نيم على زغلي صحيح 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 صحيح